السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عاملة الفيديو ده علشان ارد على كل اسئلتكم اللي جاتني في الكومنتات من متابعين القناة هدخل في الموضوع على طول علشان ما طولش عليكم الفيديو اول سؤال جاني من متابعة عزيزة علينا بتقول لي ايه اللي ممكن هي عندها مرض السكري احافظكم الله جميعا وايه اللي ممكن يريح رجليها وهي بتطوف او هي في مناسك العمر طبعا انا بنصحها وبنصحكم جميعا بالكوتشي بتاع الاحرام كوتشي الاحرام بيبقى خفيف جدا في المشي وكمان بيحمي رجليكي مع شراب قطن والله والله انا ما سبتوش طول العمرة كان في منتهى الجمال انا كنت واخدى معايا اعزكم الله شباشب بس كان هو نمر واحد عندي وهو ده اللي بيريحني معها شراب قطن هتيهم اسألي على مكان بيبيع لبس الاحرام وهتي منه وهو ده اللي هتكتفي بيه باذن الله وهو ده اللي هينفعك ويريح رجليكي وربنا يحفظكم جميعا يا رب سؤال تاني من متابعين القناة برضو بتقول لي اروح ازاي ايه الوقت المناسب اللي اروح في المطار قبل الطيارة طبعا انت المفروض بتروحي قبل الطيارة بساعتين لان فيه اجراءات الاجراءات دي بتاخد وقت بس انت شوفي لو انت تابع الشركة الشركة هتقولك مثلا احنا هنكون متواجدين قبليها بتلات اربع ساعات بقى على حسب هم بيخلصوا الورق بسرعة او هم ما عندهمش سلطة ان هم يخلصوا الورق بسرعة لان هي تابع شركات السياحة يعني انا شركة السياحة بصراحة اللي كنت طالع معيها كنا قبل المطار قالوا ان قبل المطار بالساعتين او ساعة ونص لان الوقت ما خدناش وقت في تخليص الاجراءات فانت تابع الشركة اللي انت طلع معيها برضو متابعة تانية بتسألني عن وزن الشنط وزن الشنط جماعة زي ما قلت الشنطة اللي هتحطيها في بطن الطيارة دي بتكون تلاتين كيلو وحاولي توزنيها علشان ما تقفيش بقى ما يمقفوا كيش في المطار وتضطري لو طلع وزن زيادة تشيلي منها حاجة او تستغني عن حاجة طبعا كل حاجة واخدينها بنبقى محتاجينها فتجنبي الموضوع ده فلازم توزنيها في البيت قبل ما تروحي المطار اما الشنطة اللي بتخديها معاكي الطيارة بتكون 7 كيلو ودي غالبا خليها الشنطة اللي بيكون فيها الاكل لان في حاجات ممنوع انك تخديها معاكي في بطن الطيارة هبقى اعملك فيديو واقولك على الممنوعات اللي ممكن يعترضوا عليها في الشنطة اللي بتخديها معاكي الطيارة سؤال تاني برضو من متابعة عن تغليف الشنط اغلفها في البيت ولا اغلفها في المطار لا طبعا تغليف المطار غالي جدا فانت هاتي رولي ستريتش وخلي فيها في البيت لو هي شنطة ضعيفة مثلا من الشنط اللي هي الباغ اللي طالعة دي لو هي ضعيفة غلي فيها في البيت لو الشنطة قماش وشديدة وكل حاجة ما فيش مشكلة سيبيها من غير تغليف بس هاتي قفل وقفلي السوستتين مع بعض السؤال تاني برضو جاني من متابعين القناة بتقولي ازاي اتفادى ضربات الشمس عايزة تتفادي ضربات الشمس طبعا اول حاجة ما تمشيش في الشمس كتير ما توقفيش في الشمس كتير اولا سحن الكعبة بتبقى شمس اه بس سبحان الله انتي مش بتحسي بيها وبتبقى طراوة لكن برا الفعلا الشمس بتبقى حمية جدا وانتي مش هتقدري عليها اول حاجة بيكون معاك كاب وما تقوليش اجيب لي شمسية لان الشمسية وانتي في الطواف مش هتعرفي ترفع ايديكي وتدعي واحنا بنبقى عايزين يعني نعيش الروحانيات دي ونرفع الايدين وتزلل لربنا سبحانه وتعالى وندعي فاحسن حاجة هو الكاب هتلبسيه مع نظارة شمس دول هيحموك باذن الله والحافظ ربنا ان شاء الله وزي ما قلتلك ما تمشيش في الشمس وحاولي تخلي عمرتك بعد صلاة الفجر او قبل صلاة الفجر او من بعد صلاة المغرب لحد بعد صلاة الفجر على طول قبل شروق الشمس دي احسن وقت تعملي في العمر وربنا يتقبل منكم يا رب جميعا اخت تانية بتسألني اخد اطفال معايا سؤال عن استحاب الاطفال انتي لو عايزة معاك اطفال في الفندق بيوفر لك حضانة ممكن تسيبي الاطفال فيها لمدة ساعتين مثلا هتروح تعملي عمره وتيجي ده حل الحل التاني لو انتي مش عايزة تسيبيه في الحضانة انتي خديه معاك بس ما تعمليش عمره الصبح نهائي بالله عليكي لان الطفل مش هيقدر يستحمل الشمس في فترة الصبح فخلي عمرتك بعد المغرب واخديه معاك ان شاء الله باذن الله ربنا هيحفظ لك عليها يا رب متابعة تانية بتسألني عن ميقات اهل المدينة هي الرحلة بتاعتها كانت على المدينة على طول مراحتش جدة لا كانت القاهرة المدينة فبتقول لي احرم منين من المدينة فهي الاحرام بيكون من زو حليفة او ابيار علي زو حليفة هو ابيار علي يعني هو بيسمى ابيار علي فالاحرام بيكون من هناك بالنسبة لاهل المدينة فانت لما بتقعودي في المدينة ثلاث اربعة ايام بتكوني من اهل المدينة فالاحرام بيكون من زو حليفة او ما سمي بابيار علي بتروحي بتختزلي في الفندق طبعا وبعدين بتروحي ابيار علي بتتوضي تاني وبتصلي بقى ركعتين وبتنوي نية الاحرام من اول وجديد او بتجدديها يعني انت بتحرمي في الفندق وبتجددي نية الاحرام عند ابيار علي دي الاسئلة اللي جاتني ربكن ما نستش حاجة وربنا يتقبل منكو جميعا يا رب واي سؤال انا نسيته عيدو تاني علي ومعليش انا هجاوبكو وانا والله كنت عايزة اعمل بس مباشر وان شاء الله باذن الله هعمل بس مباشر هجاوب فيه على كل اسئلتكم وسمحوني لو نسيت سؤال من اسئلتكم بس والله انا بحاول على قد ما اقدر اقولك على تجربتي علشان تشوفي الاخطاء اللي انا وقعت فيها يعني انا من ضمن الاخطاء اللي انا وقعت فيها عشان كده بحذرك من ضربات الشمس ان احنا مشينا الصبح رحنا العزيزية وانزلنا ركبنا اوتوبيس عشان نروح هناك الاوتوبيس ده تأخر ووقفنا في الشمس ما عندكيش فكرة الشمس كتعاملة ازاي هناك طبعا مفيش حاجة ضل مفيش حبتة مثلا تداري تحتيها مفيش اي حاجة فقعدنا على طبعا الدكاك اللي حطيناها لاستراحة المواصلات ما تقدريش تعودي عليها اصلا مولعة بجد حرارة اللي جو هناك ملهاش حل